بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة السبعة قياس الأداء في المحاضرات السابقة تكلمنا عن طرق تسعير التحولات الداخلية تعتمد على السوق وطرق تعتمد على التكلفة والآن طرق أخرى هناك طرق أخرى عديدة لأسعار التحويل منها طريقة الأسعار التفاوضية وطريقة تكلفة الفرصة البديلة وطريقة الربح المستهدف أولا طريقة الأسعار التفاوضية ويتحدد سعر التحويل في هذه الطريقة بناء على مسومة بين البائع والمشتري وللبائع والمشتري حرية الدخول إلى الأسواق الخارجية اللي لم يتفقها وطبعا هنا نأف وقفة هنا في الأسعار التفاوضية هنقول المدير ذو أعلى قدرة على الإقناع هو اللي يكسب الجولة الصالحة معنى لو البائع هو اللي عنده قدرة على المساومة والإقناع حيقنع المشتري أن يباعله بأعلى سعر ولو كان اللي فيه الصفات دي هو المدير المشتري عنده قدرة أعلى على المساومة والنقاش والتفاوض يقدر يقنع البائع أن يشتري منه بأقل سعر في الحالة دي سعر التحويل للوحدة بيساوي السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري ثانيا طريق التكلفة الفرصة البديلة ويتحدد سعر التحويل في هذه الطريقة بناء على التكلفة المتغيرة المعيارية مضاف إليها عائد المساهمة المفقود من عدم إنتاج المنتجات الأخصى الربحية التي تمثل تكلفة الفرصة البديلة وهذه الطريقة قد تعمل على تحقيق تعظيم أرباح المنشأة ككل في الحالة دي سعر التحويل للوحدة بيساوي التكلفة المتغيرة المعيارية للوحدة زائد عائد المساهمة المفقود من عدم إنتاج المنتجات الأخصى الربحية ثالثا طريقة الربح المستهدف ويتحدد سعر التحويل في هذه الطريقة بناء على نسبة من قيمة المبعاد كربح مستهدف تضاف إلى التكلفة الفعالية أو المعيارية حسب شغال فعالية أو المعيارية يبقى سعر التحويل للوحدة بيساوي التكلفة الفعالية للوحدة زائد الربح المستهدف أو سعر التحويل للوحدة بيساوي التكلفة المعيارية بدل الفعالية للوحدة زائد الربح المستهدف شكرا